أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أنه لأول مرة في مصر يتم إنتاج وحدات التكييف المركزي بمصنع هاير مؤكداً أن الفترة القادمة ترتكز على دور القطاع الخاص الرئيسي في دعم الصناعة بمصر وخلال مؤتمر صحفي عقده بمدينة العاشر من رمضان أوضح مدبولي أن الدولة خصصت الرخصة الذهبية لدعم قطاع الصناعة لسرعة إنجاز التراخيص لمصانع القطاع الخاص النهاردة هذه الشركات العالمية بوجودها في مصر هي رسالة ثقة كبيرة جداً في الوضع السياسي والاقتصادي للدولة دي اللي يخلي شركات بهذا الحجم الكبير جداً أنها تقرر أنها تفتح مصانع مش مصانع أنها تخدم مصر ولكن مصانع إقليمية هدفها أنها تغطي جزء من احتياجات السوق المحلي وكمان تصدر للخارج الشيء المهم جداً يمكن حضركم بدأنا في مصنع هاير أنه بيتم إنتاج لأول مرة في مصر وحدات التكييف المركزي والوحدات دي يمكن من أربع شهور أو ترت شهور لما أنا كنت بزور المصنع ولسه هما بينشقوه طلبت من رئيس الشركة بصورة رسمية أن هذا المكون أو هذه الصناعة يبقى موجودة هما كانوا بيكلموا عن التكييفات المنزلية فوراً النهاردة الحقيقة وراني الخط الإنتاج اللي حيبدأ بالفعل أو بدأ بالزبط التجارب التشغيلية وحيبقى إن شاء الله على شهر خمسة بينتج فعلاً وحدات التكييف المركزي الأهم أن أنا طلبت منه أن يبدأوا ينشئوا وحدات التكييف العملاقة اللي هي بتخدم على مباني كاملة أو الوحدات اللي احنا بنسميها التيلرز وإن شاء الله برضو يعني حيتم تخصيص أرض ليهم وحيتم تنفيذ هذا المصنع خلال هذا العام